بسم الله الرحمن الرحيم مهرجان ربيع في نسخته السابعة هذه السنة طبعا توقف هذا المهرجان وتوقف هذا الموسم الشرفاء الجراجيين لسنتين نظرا الحالة الصحية وحالة طوارئ اللي عرفتها بلادنا جراء جائحة كورونا اللي كانت توقف ديها المجموعة من الأنشيطة ومجموعة من العادات والتقاليد والتجمعات الطرفية والتقافية والفنية على غير أرباق دول العالم الحمد لله عادت الحياة إلى مجاريها ولله الحمد والشكر ونتمنى دوام هذا الحال إن شاء الله نحن الآن بصدد الاستعدادات وصلنا لمرحلة النهائية في الاستعدادات لاستقبال الشرفاء الرجراجيين واللي تنظيم مهرجان رابع رقراقة في نسخاته السابعة بطبيعة الحال هذا المهرجان هذا يتنظم بشكل مشترك ما بين المجلس الجماعي اللي تلمس وجمعية الوادي الأخضار اللي تلمس وبمشاركة مجموعة من الجمعية دي المجتمع المدني الجمعية المحلية بطبيعة الحال اللي كانت بتلمس مشكورة على المشاركة ديالها مجموعة من الفعاليات اللي استجبت محليا استجبوا لتنظيم ديالها المهرجان واستبشروا به خير وحتى الساكين كلهم يعني كيستعدوا لإستقبال الضيوف ديالهم الضيوف شرفاء الرجراجيين كيستقبلوا الضيوف اللي كيزوروا المنطقة ديالشهاد بشكل عام بشكل خاص بطبيعة الحال كيستجابة كبيرة في صفوف الفعاليات المحلية بشي يتنظم هاد مهرجان وكيبينوا واحد التعاون ديالهم لا منحرافيين ولا مهنيين ولا أرباب المحلات ولا تجار مع الجماعة بشي ينجح هاد هاد تنجح هاد التضاهور هذي اللي هي بالنسبة لنا وبنسبة لها تسوكونا هذه المنطقة كتعني الشيء الكثير كتعني الشيء الكثير من ناحية الدينية والتقاليد أنه كان في تخرب أولياء الله الصالحين أولياء الرجاجيين الرجراج الحرار اللي هما كيف ما كتسمع دائما كيقول لك الرجراج في التاحير المغرب يعني هما كان دور ديالهم ديني دور ديالهم أنهم كانوا في الفتوحات الإسلامية القديمة والطاريخ دير الرجراج معروف هذه المغرب تقريبا كاملين وبهذه المناسبة احتفظ مهرج ناطر نحن ما نغفلوش هذه الجانب را نديروه ندوه هذه فكرية والتقافية التي تشير لهذه الأمور هذه والطاريخ دير الرجراج وكان متخصصين وباحثين اللي تخصصوا في هاد المجال ديال الرجراج وبحثوا فيه ووقفوا على حقائق تجعلوا نعتزوا ونفتخروا بانتماءنا لهاد القبيلة دي الرجراج ثم انه هاد الموسم كي يعني لنا حاجة اخرى كي يعني الناس ديوا البلاد مناسبة عظيمة لصيلة الرحيم وصيلة الرحيم هنا بجميع المفاهيم ديالها انه الناس كي يجو يشوفوا عائلاتهم كليما كيجي لك مرة في العام وكيجي في هذا الموسم وكيف ما تنقول حجة وزيارة كيجي يشوف عائلته كيسيل الراحم ملائلة دياله لكينين هنا في البلاد كيجي فوج في البلاد كيزور البلاد كيسيل الراحم احتمع التراب ديال البلاد وحتمع الارض دياله كيشوفها وكنو واحد صيلة الرحيم اخرى هي انه ناس مفرقين كين ولاد البلاد اللي كينين في الجنوب وكنو ولاد البلاد اللي بالشامل وكيجي ويجب أن يكونوا من الجنوب والدهم ويجب أن يكونوا من الشمال والدهم ويطلقون ويقولون صلاة الرحيم مزدوجة الحمد لله كان صلاة الرحيم وحدة أخرى أنه هو ناس من مناطق أخرى يأتي هنا ويشوفوا عائلاتهم ويشوفوا هذا ويضطروا أنهما يصل إلى الترمس يكمل يشوف الصوارة يعني الجانب السياحي بالنفهم الحضاري المتطور كان هناك استفادة أخرى في هذا الموسم وفي هذا المهرجان أنه يكون رواج اقتصادي تجاري ينعيش المنطقة ينعيش الجماعة ينعيش التجار ينعيش أرباب المحلات التاكسيات ويشوف الزنقة الناس الذين يعيشون بشكل موسمي يمارس التجارة في هذا الموسم ينعيش المنطقة 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 وفي هذا المنطقة كان فيها أنشطة فكرية كان اقتصادية كان مجموعة من الأمور المتداخلة فيما بينها ينعيش المنطقة ينعيش المنطقة ينعيش المنطقة ينعيش المنطقة وفي هذه المناسبة نريد أن نقول لكم الأنواع الأنشطة نحن نبدأ في مهرجة نهار 4-18 ميلا صباحا ستكون أنشطة رياضية التي تستهدفها الفئة الأطفال والشباب ستكون مباريات من الناس النهائي ستلعبون في الصباح مع الأنواع في العشية لدينا ألعاب بلا حدود مع الثلاثة في المركب السوسيوري ستلعبون ومعا ستلعبون ستكون رياحة حول التصوف الديني ومواسم المنطقة ستكون هنا مشاركة مجموعة من الأساتذة والتكاتيرا لديهم بحث في الموضوع وعندهم علاقات ستكون الدول التي ستعطي مجموعة من الأفكار حول التصوف الديني ومعا 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 في الصباح ستكون مقابلة النهائية في كرة القدم لديهم المنطقة ومعا ستكون مجموعة ومعا المشاركة مكتفة بمعا المعاراتون المصغر في المنطقة ومعا من الصغيرة من حنشان من حدرا من نغا من أقرمود من سيد العروسي من سيد محمد مرزوق من خاليف من سيد عب جليل من جميع المناطق هذه تقريبا ثم في العشية لدينا انطلاق الفروسية الفروسية التقليدية مع العشية بدية من النهار الخميس ما زال فلاشية مع تسعود صهرة فنية فيها مجموعة محلية ونهار الجمعية ان شاء الله في الصباح عندنا صابحة للأطفال ستكون صابحة خاصة بأنشاة تكتم الأطفال ثم ستكون فروسية مع تسعود البادية وفي العشية او الثاني لدينا الفروسية مع ثلاثة وعندنا صهرة فنية مع تسعود او الثاني فيها مجموعة محترفة ان شاء الله بالنسبة للنهار السبت 21 ماي ستكون لدينا الصباح الفروسية من تسعود البادية بدون توقف حتى الليل لانا يكون لدينا صربة كثيرة نحن نتظر تقريباً تكون لدينا واحد لخمسين سربة أو لك ما بين 40 وخمسين سربة التي ستكون لدينا على أقبار في المسخة السادسة كنا نستقبل 42 سربة كنتظروا هذا العام كنتظروا 40 وخمسين سربة حتى المغرب حتى الليل الليل دائماً الفروسية ناجحة المحرك ممتاز المنصة الجمهور ممتازين وكي يكون إقبال إقبال متنوح كي يكون نساء رجال أطفال صغر كبار حتى سياح من الخارج كي يحضروا وكي يستمتعوا بهذا العروض الشيء قضية الفروسية في الليل السبت ستكون صهرة في النية ختمية ستبدأ مع تسعود إذن نتمنى السلامة ونتمنى لأن الأمر نتمنى بخير وعلى خير إن شاء الله إذن كان رحبوا بالناس اللي غي يجيوا إدن التلمس اللي باقين في ضيورهم دا بارة نعطيهم واحدة كلمة كبيرة نرى فرحانين بيهم جوا عندنا والسكون الفرحانين بالزوار ديولهم جوا عندنا كان رحبوا بولاد تلمس وبنات تلمس اللي مكين يشتلمس يجيوا لبلادهم يحيوا صلاة الرحيم من بلادهم ويجيوا يستمتعوا وكان وعدوهم أنه ستكون عروض شيقة اللي غادة تخليهم يجيوا يستمتعوا يمشوا فرحانين وكان رحبوا حتى بالناس اللي ماشي ولاد المنطقة وبغوا يزوروا المنطقة ويكتشفوا المنطقة مرحبا بيوم إلا جيتوا ستعجبكم تلمس بزاف ويعجبكم موسم الرقراجة بزاف ويعجبوكم كل شيء هاد الشيء اللي غادة تلقوا قدامكم إن شاء الله إذن في هذه المناسبة احنا نتمنى أنه كل شيء يكون عنده الظروف مواتية وملائمة باش يقدر يجي ويقدر يجي يزور تلمسه إن شاء الله وشكرا وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة